السلام عليكم وزيك يا بنات عاملين ايه يا رب اكونوا بخير معكم هاديروا فيديو جديد في فيديو النهاردة بقى انا هشارك معاكم تجربتي فعمل الحنة اول مرة هعملها بالاكسجين معاكم انا كنت نزلتها قبل كده طريقة حنة الاظافر على على القناة نزلت فيديوهين بس ما كنتش باستخدم فيها الاكسجين فالنهاردة هستخدم معاكم الاكسجين اول مرة ان شاء الله نشوف مع بعض بقى الفيديو ويعجبكم وقال لكم على الحاجات اللي انا عملتها اه طلعت لي نتيجة عاملة ازاي والحاجات اللي انتو تاخدوا بالكم منها عشان تطلعوا معاكم نتيجة كويسة تابعوا معايا الفيديوهات الحد الاخر ان شاء الله يعجبكم ده يا بنات الحنة اللي انا استخدمتها انا كنت اغضى منها قبل كده بس ما كنتش با اول مرة اجيب الاكسجين ده فانا جبت كريم علشان يكون خفيف ما جبتش المية جبت اللي هو كريم مخفف ستة في المية بس ده كنت جايبها من الصيدلية كان بحوالي ستة جنيه ده كده شكله يا بنات ودي المركب بتاعته اسمها بلوب وهتجيبها عندك اي غطأ زيزة قديم او اي حاجة صغيرة هنعمل بيها هنبتدي بقى نعمل مع بعض يا بنات كلها اللي هستخدموا البودرة بتاعت الحنة ديت اه ديت الو ايفا او اي نوع اي كيس عندك يعني جلوري فاتيكا اي نوع هيبقى كويس برضو ده لونها كده يا بنات هجيب بقى غطأ زيزة قديم عندي اي نوع علشان هنستخدمه ونرميه فمنوسخش اي حاجة تانية هو يدبك هنستخدم بس اي غطأ قديم عندك او اي حاجة مش عاوزيها وحبه صغيرين كده علشان هو بيكف كتير على قد المرة الوحدة وبعد كده بينشوف هنبتدي بقى يا بنات بعد ما حطينا حبة صغيرين كده في الغطأ هبتدي هنزل الكريم بتاع الاكسوجين ده هنزله كده ايه بالروحة علشان او هنقلب مع بعض لحد ما يمتزج معنا ويدينا الكوامل اللي احنا عايزينه ليكون خفيف قوي ولا تقل قوي وبقى يبقى آآ الخلة او بتاعت الودان ديت آآ اي حاجة عندك صغيرة كده هتقلبي بيها يعني خلة كويسة اقلب معكم اهو او يا بنات انا مفصلتش علشان خاطر اوريكم يعني هتعملها ازاي وان شاء الله تعجبكم من طريقة بس عايز اقول لكم برضو اللي هو يفضل اللي احنا نجيب حنة عادية مع الوصفة دي علشان هتشوفوا النتيجة في اخر الفيديو آآ لو انتو عايزينها تقيلة لازم آآ اللي انا برضو عايز اقول لكم عليه اللي انا من تجربتي ديت انا كنت الاول بعملها بحنة عادية من عند العطار آآ من عند العطار وكت بجيب حاجة رسود وآآ بس ما كنتش بستخدم الاكسوجين وكانت بتطلع معي تقيلة وانا عملتها معكم في الفيديوين قبل كده موجودين هنا على القناة وهسيب لكم برضو اللينك ات بتاعتها بسندوق الوصف آآ تحت الفيديو آآ دخلوا تفرجوا عليها يا بنات واختاروا بقى اني طريقة هتعجبكم انا عملتها معكم بكزا طريقة اهو آآ فانتو بقى شوفوا الطريقة المناسبة عندكم والمقادير الموجودة عندكم سواء حنة من عند العطار سايبة او كيز حنة هتحط عليه مية او تحط عليه شوفي بقى اني طريقة هتعجبك يعني تدخل يتفرج على الفيديوهات وشوفي آآ انا عملتها معكم الاول للاخر وشوفي بعضة كنت انت مسلا انا عايزها بدرجة لون معينة او فتحة او تقيلة او خفيفة آآ شوفي معي ان شاء الله والطريقة اللي تعجبك استخدميها واكتب لي برضو رأيك آآ تحت الفيديو اهو كده يا بنات انا عملتها معاكم هي الكوام ده يعتبر كويس معادي بقى يا بنات اللي حاجات دي سنمسحها قبل ما اتعلم في الترابيزة اي حاجة هتقع منك آآ حاولي تمسحها بسرعة يكون جانبك منديل برضو دلوقتي كده يا بنات آآ دي كده كتحنة قديمة اللي في الطرف الضافر ده وانا بقى بعد ما بعد ما حطت الحنة هاقصها علشان خطر لو في حاجة لو في حاجة مسلا عجبتنيش تلعت برة آآ فالقص ده هي خلي اللي ايد شكلها حل اهو هي بنات هنبتدي بقى نحطها مع بعض كده اه سهل اه ما شاء الله آآ باي خيل اللي عندك بقى نحطها كده وممكن استخدم برضو آآ اللي هي الودانة دي او لو لقيت حاجة نقصة كده بكمالها عادي برضو مفيش مشكلة انا حط معكم اليد ديت علشان آآ آآ حطها معكم وبعد كده علشان نوقت الفيديو ما يطولش معاكم آآ علشان لو في بقى برضو فالفيديو ما يطولش اكتر من كده ها يعطيكم بس آآ ايد واحدة اهو يا بنات فانا انا بقى استخدمت بتاعة الودان ديات اسهل برضو في الفرد ولو عندك آآ فرشة قديمة صغيرة كده ممكن تعملي بها برضو بتكون اسهل برضو ده كده يا بنات منظرها اشتركوا في القناة بتكون السلام بارد اشتركوا في القناة بعد ما حطيت بقى في اليدين هسيبها بقى تنشف لما تنشف خالص هورها لكم ده كده يا بنات شكلها بعد ما غسلتها نسبتها حوالي ربع ساعة كده علشان كنت خايفة بقى من الاكسجين اللي حسن يعمل لي حساسية فما ردتش طولها فدينة جيتها يا بنات هي طلعت خفيفة وتلع اللون بتاعها يعني داخل على بني شوية كده بني غامق شوية اه لو كنت يسبتها اكتر هي وتلعت كده بني يعني متوسط قريب للفاتح اه دي كده يا بنات نتيجتها هي عبارة عن كريم الاكسجين والحنة الحنة دي اه بس كده بنيت زي ما انا وردتها لكم كده في اول الفيديو ودي كانت نتيجة بس انا ما طولتش علشان خاطر حست اللي ممكن الكريم يعمل لي حساسية اه فما طولتش واو مرة استخدمه اه فانتوا يا بنات جربوها بقى وقولي لي النتيجة وطلعت معكم اللون بتاعها عملي ازاي واشوفوا الفيديوهات التانية انا لو انتوا مش حابين تستخدموا الاكسجين لو انتوا عندكم منه حساسية زي ما انا برضو كنت خايفة منه فاعمله احسن بالحنة العادية ولو حابين برضو تستخدموا الطريقة دي وجربتها بنفس الطريقة دي كده اه زودوا معها حنة زودوا علي حنة من العطار مع الحنة دي علشان تطلع لكم النتيجة اللي انتوا عايزينها وان شاء الله يابلكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة